اكد سعدة السيد ممدوح الصالح عضو مجلس النواب خلال استضافته في برنامج خاص بثه تلفزيون البحرين اكد ان خطاب جلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس هو نبراس حقيقي لكل اعضاء السلطة التشريعية بلا شك خطاب سيدي جلالة الملك ببدء افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس هو يكمل خطابات السابقة التي تحث دائما على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فانهم يعني يعملون مع بعض لعمل التكامل وعمل الكثير من الامور التي تهم المواطن البحريني وكذلك تهم الاقتصاد بالدرجة الاولى نحب نأكد انه هو خطاب جلالة الملك هو نبراس حقيقي لكل اعضاء السلطة التشريعية الممثلة في المجلسين مجلس النواب ومجلس الشورى وبالتأكيد هذا الخطاب يدعو الى التفاؤل ويدعو الى الامل من جانبه اكد سعادة دكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى في البرنامج الخاص ان التعاون بين سلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية امر حتمي وضروري وهو ما اكد عليه جلالة الملك المعظم في خطابه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس موضوع التعاون بين السلطتين هو امر انا في اعتقادي هو امر حتمي وضروري لان لا يمكن لسلطة واحدة ان تعمل بمفردها خصوصا ان هناك ما يدعو اليه جلالة الملك ان السلطات الثلاث يجب ان تتعاون الى ارصحة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا ما يحقق الازدهار والرخاء في اي بلد وبالبحرين على درجة خاصة ان التعاون يجب ان يكون مثمرا وهذا ايضا ما اكده جلالة الملك في خطابه ان التعاون مثمر وبناء الان بين هذه السلطات ذكر جلالة الملك في خطابه امس ويعتز بهذا الامر اعتزازا شديدا ان المجتمع البحريني متلاحم مع بعض لمواجهة اي قضايا محلية او اجنبية وهذا امر مهم يعني المجتمع حتى ان يستطيع ان يتقدم لابد ان يكون متلاحما فهذا ايضا من ضمن المشروع الاصلاحي الذي اطلقه جلالة الملك المحظم ان الازدهار يتحقق بتلاحم الشعب والشعب مع الحكومة مع السلطة التشريعية يعملون مع بعض من اجل تحقيق ذلك ترجمة نانسي قنقر